صباح الخير على كل مشاهدينا يوم جديد ونهار جديد نهار تاني جمعة من أيام رمضان المبارك أعده الله عليكم بالخير واليمن والبركات وربنا يستفرنا ويقدرنا نكمله يا رب إن شاء الله صباح الخير يريم عملا إيه في الصيام يا ريم صباح الخير يريم صباح الفل على كل الناس اللي صايمين وصحيين مخصوصا شين يتفرجوا علينا يمكننا ونيمكننا من دردش مع بعض قبل بداية البرنامج بنقول إن الأسبوع عد بسرعة إن النهار ده يوم تسعى رمضان فجأة ما حسناش نحن حتى نسا ما بدقناش العزومات بقالنا يمكن أول أسبوع رمضان كنت عادينا عن كباب نتابعي طبعا كل المسلسلات هنبتدي نخر بعض الخروجات الرمضان يمكن ريما خرجت مبارك خروجة زريفة جدا في أمسية ثقافية لطيف أي فيفا مهرجان لطيف جدا اسمه موويل معمول في ضرب 17-18 ده قريب كده من جامعة عمر بن العاص بيعملوا الحقيقة عروض موسيقية يعني فرق موسيقية جميلة جدا جدا اه لا اتبسطت أي إن كان عاملين كمان بازار بيبيوا حاجات اللي هي الأوريانتل دي والحاجات اللي زي دي مش من عندهم دي بس بيبيوا حاجات شبهة كده وشونط وأكستاسي ريز وحاجات كان يوم ظريف قوي قوي يعني هو فعليات الموردان دوت بتبقى موجودة فعلا كل يوم خميس وبيبقى فيه فقرة فنية غنائية عشان برضو تقوم من عالكنبة شوية ما يفعش يبقى طايف لا لا اتبسطت انت عاشا كده طبعا النزول معالكنبة صعب لكن اتبسطت جدا الغريبة لانا كنت نزلة وبعدين طبعا الكنبة شدتني طيب احنا عندنا العديد من الفقرات طبعا فيه فقرة مع ريهام وفقرة دي زريفة جدا هيبقى معنا أستاذة دينا شعبان وهيكلموا عن منظمة احتفالية رمضانك هيكون كمان معنا أكيد فقرة دينية وهتقدمها ريه من نهاردة هتكون عن فضاء الصيام وخصال الصائم أكيد يعني ده مهمة قوي جدا اللي الناس تعرف انه بعصابية اللي بنشوفهم في الشارع دي والناس بتبرها بانه نصايم نصايم لا 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 الالفاظ يعني كان زمان الناس عامل حسابة شوية في الالفاظ في رمضان أنا لاحظت من السنة دي وبالذات على الفيسبوك والحاجات دي مش فارق معيهم انه معادي جدا يخشوا يشتموا يا جماعة ام انتوا صايمين حينها فكرة يعني التطور العصر والفيسبوك مغيرش فعلا الخصال الصائم أو الحاجات اشتموا وبعض الفطار اشتموا وبعض الفطار او بلاش في رمضان اشتموا وبعض الفطار منفعش أصلا يبقى فيش تايم في رمضان خالص فلازم نرجع تاني للحاجات القديمة دي طيب اريهم برضو معاها فقرة عن صنوعة النسيك بغرفة اتحاد الصنوعة المصرية والمفروض ان الموضوع عن افتتاح الف مصنع ايوه فعلا ده المفروض وعد من الرئيس انه مع 30 يونيو القادم مع احتفالات 30 يونيو القادم فيتم افتتاح الف مصنع منهم مصانع هيعد افتتاحها ومنهم مصانع جديدة فيه بقى فكرة لطيفة جدا جدا اتعملت وهتقدمها ريمة النهاردة هي مشروع او مشروع البوم اسمه بنت المصاروة بنت المصاروة هو بيتكلم عن مشاكل البنات وقضايا خاصة بالستات كل ده محطوط في البوم واحد ومشروع واحد انا بصراحة مبسوطة ايب بالتجربة ومتحميسة جدا اللي انا اسمع بقى الالبوم معاك ونهاردة خليهم يغنوا كتير لو ينفع يعرضوا حاجات يعني هتكون مع مرام محمود ومارينا سمير مرام محمود ومارينا سمير وطبعا ما ينفعش نبتدي يومنا من غير ما نكون معاكم في فقرة الصحافة اللي من خلالها من ايش اهم ما نشر في الصحف المصرية والقومية ويكون الفقرة دي مع ريهام مع الكاتب الصحفي مصطفى الأسواني طلعين بقى فصل يلا فصل نرجع على فقرة الصحافة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر